يتساءل الكثير من المواطنين عن حجم الأموال الليبية بالخارج وهل صحيح أن هناك أموال ليبية تم الاستلاء عليها من قبل دول أو عصابات أو لجان شكلة لتحصيل هذه الأموال وهل هناك أرقام وبيانات عن الأموال الليبية سواء المستثمرة أو المجمدة كما هناك دائما سؤال عن حجم الاستثمارات الليبية في الخارج يبدو أن هناك نوع من الخلط بين استثمارات المؤسسة الليبية واحتياطات البنك المركزي الليبي من العملة الصعبة في الوقت الذي كل في هذه المؤسسات تتنازعه طرفي الحكم في ليبيا فالبنك المركزي له إدارتين وكذلك المؤسسة الليبية للإستثمار وكل منها يحاول قدر المستطاع أن يفرض سيطرته على المؤسسات والشركات التابعة له والتي وجدت نفسها بين نارين فتقاذفهم ألسنتها وإرباك هذا التنازع والإجدواجية كل ذلك قد يكون سببا في تعقيل العديد من القرارات الهامة والمصيرية بالإضافة إلى أحجام العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن التعامل مع طرفي الصراع إلى حين وضوح الرؤية وقيام حكومة موحدة في ليبيا بالطبع فإن بعض الدول استغلت حالة التخبط والتردي هذه بالسيطرة على بعض الاستثمارات وتأميمها كما أسالت الأموال الليبية لعاب بعض الحذاق وتمكنت بعض من إقناع بعض السياسيين والمسؤولين عن إدارة البلاد في مرحلة ما بعد فبراير بتشكيل اللجان بحجة للبحث عن الأموال الليبية المهربة وتحصيلها مقابل عمولات ولكن لم نسمع على أي نجاح من هذه المحاولات أو أنها قدمت شيئا لخزينة الدولة في حين أن استثمارات وأموال الدولة الليبية في الخارج هي موثقة لدى المصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي والمؤسسة الليبية للاستثمار ومؤسساتها التابعة لها محمد العزومي ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر